عرفاه بعضهم حين كان يفعا في نادي المقاولون العرب الذي انطلق منه نحو العالمية محمد صلاح نجم الكرة المصرية الأول والمرشح الأول لخلافة الساحر الجزائري رياض محرز أفريقيا محمد صلاح يعني أنا عرفه من هم في مدرس المواهوبيين ونهو عنده 12 سن محمد صلاح تلع من كرية صغيرة نادي صغير جدا نادي درجة تانية لما تنال لنادي الماولين ماكملش ثلاث سنين صعد للفريل أولا عنده 17 سنة قبل خمس سنوات وضع محمد صلاح نفسه كنجم يعد بالكثير حينها تم اختياره كأفضل لعب أفريقي صعد أما الآن فهو يستهدف التربع على عرش القارة بعد تراجع مستوى محرز المتأثر بنتائج منتخبه وطبعا أعتقد بالنسبة للوطل العربي هو رياض محرز المتخب بس معه مش مساعده يعني اللي يبقى اللي معه مش مساعده لكنه كحالة فردية هو كلاعب ممتاز يعني احنا بنتكلم على اللاعب اللي مؤثر مع ناديه وفي نفس الوقت مؤثر مع منتخب بلاده اللي اتنين مؤثرين مع منتخب بلاده كل المقاومات اللي هو اللاعب الناجح اللي هو المؤثر اللي يقدر يتعايش برا مع الأجواء الأوروبية في أي دوري إذا كان دوري إيطالي إذا كان دوري إنجليزي إذا كان دوري أسباني أنا أعتقد أن الولاد ده ما شاء الله فردية هيكرمه كرم كويس عشان هو مكتهد شمس محرز تغيب وتشرق شمس صلاح المتألق أوروبيا وعالميا إنجازات جعلت منه سفيرا رياضيا عربيا فوق العادة إضافة إلى صغلاته التي ألهبت مشاعر المصريين محمد صلاح كان له فارق عمل فارق كبير في المنتخب مصر أنه كان تسبب أن المنتخب يوصل لكاس العالم وكما كان برضو كان هو عمل مساعد مع زميله أنه يخيبه وصيف كاس الأمم الأفريقية اللي فاتت بعد عزوف المنتخب بثلاث دوراته المدتالية أنه هو ما يوصلش كاس الأمم الأفريقية إمكانية خلافة محمد صلاح لرياض محرز على عرش القارة الأفريقية قد يشير إلى أن الموهبة الكروية والإبداع على المستطيلات الخضراء لا تنقص العرب